السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عالك كل يا رب طبعا كلنا اتفرجنا على الحلقة التانية من مسلسل المدهة اربعة وده الجزء الرابع اللي بيتعرض السنة دي والاجزاء التلاتة كانوا اجمل من بعض الصراحة وجزء الرابع ده فيه تشوق اكتر وكلنا بنحب ونتابعوا الحلقة اتنين مبارح كانت رائعة جدا وعرضت الحلقة اتنين من مسلسل المدهة واللي شاهدت استمرار الاصارة والتشوق وتورط صابر في جريمة قدل وشاهد مسلسل المدهة اربعة الحلقة الثانية تصاعد كبير في الاحداث بشكل كبير بعد انتهت حلقتها الحلقة الاولى بنهاية مسيرة وقعت الطيارة اللي كان بيستقل لها صابر المدهة اثناء عودته من اسوان وفي الحقيقة ان ده كان خدعة من الشيطان لكن الطيارة ما وقعتش فعلا وتناول المسلسل المدهة اربعة الحلقة الثانية احداث مسيرة حيث بدأ بمشهد فلاش باك لحديث بين صابر المدهة حماد اهلال وساميح فتحي عبدالوهاب وبذكر الفنان فتحي فهو تقلق جدا في دور ان هو يعمل دور الشيطان وتعود اه ثم تعود الى احداث الحلقة الاولى ومشهد غرق الطيارة زي ما قلتلكم ولكن هي لم تقع في النيل ودي من فعل الشيطان وفور وصول المدهة الى القيرة يذهب الى منزل الدكتور ساميح اللي هو فتحي عبدالوهاب ويقرر الانتقاب منه ولكنه يقع يوقفه يوقفه عبدالرازي الصبحي اللي هو صبحي قليل ويخبره ان ان اراضع مقابلة الدكتور ساميح فلابد ان ينتظر معه يعني ينتظر لما هو يستأذن له بيحضر درس الدين ويقرر المدهة مغادرة المكان على الفور وفي مشهد اخر يظهر رجل تيك توكر والتي كانت تدعمه مي سليم في الحلقة الماضية بالعديد من المشاهدين المشاهدات الاعلانية الممولة ويروي تفاصيل حادث صبر المدح في الطائرة وكيف خرج مبلول كما يروى واقعة المقبرة التي حدست في الاجزاء الماضية ويهدف التيك توكر بذلك الى بعد الناس عن صبر المدح وتذهب رحاب الفنانة هبا مجدي الى مقبرة والدها وتفاجئ بانها طرى الكلب الذي كان حملت به في الحلقة السابقة وهو يفحر في الارض وبعدها وبعدها تذهب الى مكان الحفر لتجد صورتها مدفونة في الارض في محاولة العمل احدهما عملا له وعند عود الصبر الى المنزل يتقابل مع ولادته واخيه خالد حسن خالد سرحان وتعود رحاب من مقبرة والدها وجميعهم يتحدثون مع صبر عن الفيديو المنتشر له ويحقى لها صبر ما حدث معه الى انه لم يصدقه الا ويقول انه يقابل كلامهم بالسخرية وبعدها يهاجمه حسن ويدفع عن الدكتور ساميح وتعود مي سليم للظهور من جديد ويتم كشف غموض الحلقة السابقة حيث تبين انها مالكة لشركة اعلانات وتحاول نشر افكار وهدم افكار اخرى من خلال الترويج لها واثناء تواجد رحاب في منزلها يخرج لها ساميح فتح عبد الوهاب على هيئة والدها جمال عبد النصر ويحاول اقنعها ان صبر سحل لها حتى تحبه وتتزوجه ويبدأ الشك يسيطر على رحاب وفي المشهد الابرز في مسلسل المدح اربعة الحلقة الثانية يخرج الدكتور ساميح لصبر المدح ويخبره الاول انه كاشف له حقيقته الف خير ثم يسخر ساميح اللي هو الفنان طبعا فتحي عبد الوهاب من صبر ويذكره بحديث عبد العزيز مقيون في الجزء الثالث وهو ان قزح يختلف عن باقي عالم الجن وصعب الانتصار عليه وتبدأ ملامحة تغيير رأسه على عقب ويتحول لقزح ويرفع صبر زي ما شفنا في الصورة ان هو رفعه الفوق كده يسق ثم يسقطه ارضا ويختفي وفي المشهد الاخر يظهر شاخ لصبر ويحاول ارشاده للطريق الصحيح ويخبره بضرورة البحث عن الورث وان فتوح احمد الذي كان يمكس في البورلوس معه مفاتيح الطريق وبالفعل يدله على الطريق ويصل صبر لفتوح احمد على شاطئ البحر واثناء حديث صبر مع فتوح يظهر دياب الجن صخر على هيئة صبر وذلك بعدما نقل الاخير من غرفة وافلها وبدأ في خنق فتوح احمد وكل ما على الشط يشاهدين ويسقط فتوح متوفيا ويخرج صبر ويخبره دياب بانه القاتل وان جميع الناس ان يقاموا بتسوير الوقع ويتورد صبر في هذه الجريمة ويفر هاربا وبذلك تنتقى احداث مسلسل الحلقة الثانية من جزء الرابع من صبر المادة ده ده حاولت انني لخص لكم الحلقة التانية بطريقة سهلة وبسيطة اتمنى يا رب ان احنا نشوف مسلسل حلو ونتشوق وما يخوفش الناس لان الاحداث والاصارة اللي فيه بتخوف بعض الناس وصلتم معايا للمقطع دي حبيب قلبي ما تنسونيش باللايك ما تنسونيش بتعليق حلو منكم ما تنسونيش بكلمة حلوة وصلوا على الرسول في التعليقات واشوفكم على خير يا رب فيديو جديد من اخبارنا بالمصر كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة